المنتخب المغربي يهزم زامبيا ويواجه جنوب إفريقيا في ثمن نهائي الكانا فاز المنتخب الوطني المغربي على زامبيا بهدف خلال المباراة التي جرت مساء اليوم على أرضية ملعب لوران بوكو بسان بيدر الإفوارية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا وسيلتقي الأسود المنتخب الجنوب إفريقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة وبدأ الأسود الشوطى الأولى بضغط عال على معترك المنتخب الزامبي من أجل تسجيل هدف مبكر والتحكم في مجريات المباراة وحاول المنتخب المغربي طيلة ثلاثون دقيقة الأولى عبر العديد من الهجمات افتتاح باب التسجيل إلا أن التسرع حال دون تحقيق ذلك وفي الدقيقة واحد وثلاثون هدد المنتخب الزامبي مرمى ياسين بونو إلا أن حام عرين الأسود كان للكرة بالمرصادي في الدقيقة أربعة وثلاثون أهدر نيف أكرد فرصة سانحة للتسجيل عبر رأسية لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس الزامبي وفي الدقيقة ثمانية وثلاثون افتتح حكيم زياش النتيجة للمنتخب المغربي بعد ارتباك في دفاع زامبيا وبقي الحال كما هو عليه لينتهي الشوط الأولى بتفوق الأسود على زامبيا بهدف دون رد وفي الشوط الثاني دخل المنتخب المغربي بغية تسجيل أهداف أخرى لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك زامبيا طيلة ثلاثون دقيقة الأولى واستمرت هجمات الأسود دون أن تحمل أي جديد لتمتهي المباراة بتفوق المنتخب المغربي بهدف نظيف ورفع المنتخب المغربي رصيده من النقاط إلى سبع نقاط متصدرا للمجموعة ستة في حين تجمد رصيد زامبيا عند النقطة اثنان وخرج من المنافسة تجدر الإشارة إلى أن وليد الريكراكية مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يتابع مباراة زامبيا من المدرجات بسبب قرار توقيفه من طرف لجنة التأديب التابعة للكاف لأربع مباريات منها اثنان موقفتين تنفيذ على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراة الأسود والكونجو الديمقراطية علما أن جامعة الكرة قررت استئناف القرار معتبرة إياه مشحفا ترجمة نانسي قنقر